المنظومة هذه للأسف ضر في مستوى بطولتنا وفي سلم الاجتماعي في البلاد كانت جرسة نوسي شرف الدين حكينا في الموضوع وقلت وشنو وديه بالضبقة احنا كناظر الاسفاقسي ما نجمه كان سيد ونجم الساحل لانه حقيقة تعرض للمظلمة هو اول واحد يبدأ السراع نعرفوه احنا بكري قبل سنتين التالي معنا بطريقة قوية شوية وقتا كان جارحة لكن قال راه وثم منظومه متعفسات في التحكيم مفروض نسكول توقف معه ومفروض نسكول جاء الوقت في راي ديما ونقلوها ونعودوها فوزي جاء الوقت باش المنظومة دي ومر واحدة كورت القدم بتاعنا تنظاف راهو اذا باش نسمى حلول ترقيعية كيما الناس موطوها ومثلا الحكام يظلي باش خليهم يمشيوا للقضاء هذي لعب يلعبوا بالاوراق ويلعبوا وليه مش سياسة والكورة راه ديما وقول بعده الكورة على السياسة راهو في وضعية حارجة كورت القدم والفضايا باش جي مستقبلا اذا ما وقفوش وعندو الحق خماخم باش يوقف مع نجم الساحلي وثم في رق خريم يزلت مع النتش باش توقف باش مرة واحدة وشوفنا حتى متصريحات نجم الساحلي الى الاسبوع القادم باش يكون عندو ادلة دامغة باش تكون موجودة على طاولة الفيفا فماش فريق معارتها مش مضرور من الحكاية هذية خاصة هذية معارتها ينخر الفساد هذية منذ سنوات معارتها مش من بعد 2011 من قبل في بيننا بعد 2011 مش تكون فهمة اكثر شفافية فهمة ناس نزهاء فمع الاقل في الجامعيات مش يدخلون اشخاص يعدلوا الكفة يعدلوا التوازن لكن الاسف معارتها اذا كان ما كانش من حكام يكون من الجامعة وان الاوان حقيقة معارتها بكل موضوعية المكتب الجامعي هذية من الافضل له ان كان له شي من ماء الوجه ان يضع حد المهم تابعه ندائي للفرق التونسية راه ما تنظروش لشكون الفريق اللي عنده مصلحة توا في القضية هذي راه بصيفة عامة بكلكم عندكم مصلحة في انه ينظاف جو كرة القدم التونسية راه الحالة اللي وصلت لها كرة القدم التونسية راه حالة كارثية وكما كان يقول فريق توا مست مباشرة سلم الاجتماعية وراه الحكاية مش حكاية ضرب الجزاء ولا كفراء وقال لو ارجوع من سفرش راه مش هذي لانه فما ميلفات قعطت تشبات توا شكرا للمشاهدة